خلينا نشوف الطاقة العامة لإلك كيف حد تكون هذا الشهر انتصار من بعد هزيمة أو هزيمة كانت في الماضي رح تتحول لانتصار لأن الكرت مش هيك إذا هيك فهو هزيمة ولكن هيك انتصار فطاقة حلوة برج الجدي كمان ما ننسى إنه كان تعبان يعني شعارفة كتير الناس عن بتكون تعبانة هاي الفترة من كل الأبراج فبدنا نصبر خلينا نشوف بشكل عام بعدين بنشوف شوية عن العاطفة رح تروح يمكن انت والحبيب على حفلة معينة أو يمكن تلتأ وشغلوا موسيقى مش عارفة وترقصوا عليها زي ما هو بالصورة على فكرة في هون مكان لمفتاح ومكان لمفتاح كل واحد وراه مفتاح فمبين انه كل واحد عارف مفتاح الثاني وكأنكم لكم فترة طويلة عم بتكون مع انه هاي القراءة مش عاطفية بس بيّنت فيها العاطفة بشوف هون تنين عم بيعشقوا بعض عم بيحبوا بعض لطريقة للجنون عم بشوف مشاعر كتير داخل الصورة يعني مش بس صورة طيب يعلى علاقة فلاسية بهرب منها انا بهرب منها هي والطاقات السلبية بس ورانا ورانا حبايبي الطاقات عم بتكون قبل ما انسى يعني الطاقات عم بتكون مائية ترابية نارية اكتريتها طبعا انا بحكيه اه بيّن عنا بالجهتين مع انه هاي مش قراءة عاطفية ولكن بيّن عنا انه فيه بالماضي خلينا نقول او ببداية الفترة هاي رح تستمر شوي العلاقة الثالثة او الطرف الثالثة اه بعدها رح يكون اللي هو انت اه معاك مفتاح معين بجنب العفوا بجنب العلاقة الثلاثية طلع كمان عنا اللي هو شبه انتصار او قربت كتير من الانتصار زي ما قولنا العلاقة الثالثة ما انتهت تماما رح تنتهي كمان شوي يعني كمان فترة صغيرة ولكن الاتصار للك بجنبهم يعني ملاسق بعضكم عم بيغير عم بيغير مسكن او عم بيغير بلد كان يحلم في هذا الاشي من زمان وهلأ عم بيتحقق او انه منزل جديد اساسا يعني مش انه ما كان عندك يعني مسكن وصار في عندك او كنت مستأجر او عم بشوفه بايدك المفتاح هذا او ممكن يكون مفتاح سيارة او مفتاح قلب الحبيب ممكن يكون فشي حلو كتير بشوف هون في جنون بالحب في تنين عم بيلتقوا بعد فترة طويلة يمكن يصير في عناق يمكن ما بعرف يمكن تعبروا المهم بالتعبروا بالطريقة اللي بتناسب يعني كل شخص وثقافته بس انه رح يصير في تعبير كتير بالحب رح تكون المشاعر متبادلة وهي اساسا متبادلة رح تحاولوا انه تبعدوا تبعدوا بشكل عام عن الطاقات اللي حواليكم عم بشوف هون نجاح في العمل نجاح في العاطفة لبرج الجدي ناس اللي اللي سافرت اساسا من برج الجدي اه ما توفقت ازا كانوا سافروا باول السنة فهم يمكن يكونوا حسوا حالهم ما توفقوا انا بقولهم اصبروا شوي الخير جاي لقدام بهذا البلد الجديد اه فما تخافوا او كزا لا شايفيتك معلق موضوع يمكن انك الرجوع للشغل معين انت تركته لبلد معين فيه ببالك شي كبير مصيري او الرجوع للحبيب ولكن معلق يعني تركه على ربنا وكأنك انت يعني حاط زي ما بقوله حاط اجر ورا واجر قدام عم بتحاول انك هذا الموضوع مش بس عاطفي حبايبي يعني ممكن يكون بشكل عام اه ما عم تقدر تسحرك هاي الفترة في امور اه رابطيتك ولكن انت جاهز جاهز للتغيير في تغيير في حياتك رح يصير حكينا عن الطاقات هذا بشكل عام اه الصحة طلعت عنا حلوة كتير طيب نفتح اللي هو باي ورق نفتح بهذا نشوف العاطفة كيف شكلها هاي الفترة ليش يجدي حاب بتعود لحالك ما بدك حدا ما بدك علاقات عاطفية ما بدك شي بس بدك تعود لحالك في الباط بس بده يرتاح يرتاح من كل الضغط طبعي الحياة ويبعد يعود لحاله ينعزال بالموضوع حابين تنعزلوا البعض منكم حابب انه يبعد بيغض النظر عن الناس اللي منيح واللي مش منيح عم بيكون ما عندك صبر هاي الفترة على الناس يعني دغري بتعصب على العالم دغري لا انا بقولك امسك اعصابك هاي الفترة عم بتكون صعبة على كتير من الناس فامسك اعصابك عبين ما يصير فيه ومبين انه فيه تغيرات حلوة لقدان شوف هاي ما احلاها طلعت مقلوبة كمان يعني انه طلعت كتير حلو لو هي مش مقلوبة شوف كيف قديش صعب الورقة كلها صعوبات كلها اوهام كلها تحديات كلها شغلات يعني تقريبا مستحيلة وكأنه بيقولك الورق انه الشغلات اللي كانت مستحيلة بالنسبة اليك كنت يعني حاسة انها بعيدة طبعا ان بحكي على العاطفة فهي لا ممكن تكون بين ايديك هون بشوف الطرف الثاني حاسس انه كتير تعبان كتير حاسس حالو ضايع طول الوقت عم بيفكر فيك خاصة بفترة الليل يعني يمكن بفترة الصبح او النهار بيكون عم يشتغل بالليل عم بيفكر فيك كتير عم يتمنى انه يعرف اخبار كذا كمان في مراقبة من الطرف الثاني يعني برج الجدي كمان عندك نوع من الادمان عم يزعج الطرف الاخر او انت نفسك يعني عم يزعجك ولكن مش قادر انك تتركه فهي الفترة مناسبة اذا كنت نهوي تترك ادمان على شي معين انا ما بقول يعني ادمان ادمان يعني ممكن يكون على اي شي مش دايما معناها اللي هو سلبي هون بشوف في الطرف الثالث ولكن اللي هو بعيد يعني من بعيد عم يأثر عم بيأثر او عم بتفرج او عم براقب او عم بيحاول يعمل تغيير في حياتك انت والشريك ولكن لا ما عم بشوف له تأثير اه كبير ولكن انت بشكل عام حتى بالعاطفة حتى باي موضوع من مواضيع اي مجال من مجالات الحياة حابب تبعد حابب انه خلص يعني تضلك انت والطبيعة ما حدا حواليك يمكن تعمل يمكن تحاول انك تروح على يعني ما بعرف تعمل سياحة تحاول تاخد اجازة من الشغل هاي الفترة والله ياريت يعني لانه شايفي فيه استرس كتير انت يعني كان موجود عندك على صعيد العلاقة اه فيه كتير ناس الحبيب رح يعني الحبيب رايح لهم ولكن يعني زي اللي خايف زي اللي متأكد انه انت رح تصده زي اللي عمل اشي كتير كبير ما رح تغفر له هو هيك حاسس هو هيك حاسس في عقله الباطن او في يعني جواته هيك حاسس انه انت ما رح تتقبل الموضوع هو يمكن عمل شغلة كتير كبيرة وجرح في الكلام ممكن القراءة تكون عكسية هون شايفي فيه تغييرات كبيرة رح تصير فيه فتحة فيه طاقة في حياتك رح تنفتح بشوف فيه شخص ممكن يكون من برج يعني هذا ما دخلوا في الموضوع ولكن اشخاص ممكن تكون ببراج هوائية او نارية او ترابية اكتر شي هوائية ونارية ممكن تكون واقفة في طريق هاي العلاقة لكن بشوف بالنهاية يعني بشوفك كتير مبسوط على فكرة انت شخص يعني ما يخفي جواتك او يعني عم تخفي جواتك كتير مشاعر حلوة وكتير روانسية ما بعرف ليش ما عم تعبر عنها عم بتعبر بالعكس عن النقيد فانا شايفيتك بتحب الشخص الاخر بتموت فيه ولكن عندك كنترول كبير على المشاكل مش عارف ليش يعني الطرف الثاني بتهيأ لي طرف يعني يستحق فليش انت عم بت يعني تعامل معا بهاي الطريقة ولكن فيه صلح وفيه اللي هو تزبيط للامور فيه تصحيح للامور طيب ناخد مصيحة لبرج الجديد نفس اللي طلعت قبل شوي مش عارفه لقاي برج اه اللي هو استعين بالاخرين استعين حتى انت عم بتحاول انك تعمل كل شي بيدك حتى المشاكل النفسية مش المشاكل النفسية حتى المشاعر اللي جواتك قد ما تكون تعبان عم بتحاول تظهر انك انت لا انه انت قدها وانه انت ما عندك شي بس لا بقولك استعين خاصة في الشريك يعني ما في مشكلة احكي يعني وين الخوف ليش بتخاف تحكي او ليش بتعبر عن النقيض يعني عن نقيض مشاعرك عبر عن نفسك زي ما هي ما في داعي لانك تخاف او مهما كانت عندك تجارب شوي سلبية في حياتك هذه نفس الشي بيقولك بيقولك مش عيب انك تبكي البكاء بيحكي لك علاج للروح فابكي مو ضروري قدام حدا يزدك لحالك بس طلع مشاعرك ما تضلك يعني مضوط في الموضوع اي موضوع كان شوف بيقولك اهتم في حالك اكثر اكتر ما تهتم بالاطراف التاني خاص بكفي انه عطاء 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 يعني حاولت تعمل اكتر اتوفر سبل راحة لحالك كأنه بخلان شوي على حالك يا برج الجدي ما بعرف منو طلعلك هاد الكرت هون بيقولك انه انت راح تكون في يوم من الايام شخص صاحب سلطة هذا لا يعني بس انه في العمل ممكن يكون على العاطفة يعني انك انت تكون معاك السلطة انت اللي تكون قوي انت الكزا فبشوف عندك قوة معينة بالمستقبل انت اللي راح تستعملها للبعض في شهرة بالمستقبل راح يكون مشهور بالمستقبل ما بعرف على السوشيل ميديا او بالحقيقة بس انه راح يكون هاده طلع مقلوب اها قلت طلع مقلوب انت بتفكر طول الوقت بتقنيب الضمير بانه انت خلينا نقول مذنب بس اطلع الكرت مقلوب انت مش مذنب لا انت بالعكس يعني بس كالعادة في علاقة ثلاثية بيني في الكرت حتى هون بيّنت مش عارف كيف بتنط الطرف الثالث هذا مش عارف كيف بنط على القراءات يعني حتى بالنصائح بيّن عنه فانا مش عارفة شكلي راح اجمع الكروت اللي فيها طرف الثالث احرقها يعني اطلعها من الورق اه المهم بيقولك انه انت شاعر كتير بانك صح انه بداخلك هاده الاشي ما بتطلعه كالعادة اه ما بتطلع لجواتك بس انت حاسس بتقنيب الضمير ناحية شي معين فبقولك لا امام يعني ما تحس بتقنيب الضمير اه ما بعرف شو الموضوع بس هي هيك كانت النصيحة حبايب وبرج الجديد بشوفكم بالقراءة الجاي بالفيديو الجاي ان شاء الله يكون شهر خير عالكل مع السلامة اشتركوا في القناة